السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم عزيزيزم المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم ومفضل انا بحكي لك القصة البرنامج اللي بيجيكوا مش كل يوم ثلاثة لانه يعني احنا يوم الثلاثة بنزللكوا حلقة تفليس ابو سرواج فبما اني فلست قررت اني اعمل حلقة انا بحكي لك القصة بدي فلس شو انت فلست ولك عظامك ذهب حبيب الله يسير ولك عظامك ذهب طبعا يا جماعة احنا احنا بتركيا مع الاساطير اللي بفتر شو ها؟ كوشوك بفتر كوشوك قاعد يا اخوان مبارع طلبنا له بورقر طالع واسف فكر فيه اللي ما بيعرف ارض الاساطير يا اخوان هاي هي ارض الاساطير باوه باوه يا اخوان شوف 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 الوهم يا جماعة احنا حاليا بتركيا وتحديدا في انطاليا وتحديدا في ارض الاساطير اليوم قصتنا يا جماعة هتكون عن لاعب برازيلي يلعب مع زعيم القرى الاساوية واللي هو الهلال الهلال اللي شارك مؤخرا في كأس العالم الأندية والحاصل على دور أبطال آسيا والذي لعب ضد الأهل المصري في جائزة شسمه المركز الثالث والرابع وفاز فيها الأهل المصري ألف مبروك للأهل المصري وفاز الهلال بالمركز الرابع هارد لك للهلال والله علي مات يسني دقيق يا أخوان دقيق إذا ما جبت لبلوزة السلام عليكم وحمد الرابع وحمد الرابع وحمد الرابع وحمد الرابع وحمد الرابع عندنا لقاح حلقة جديدة باللاعب برازيلي اللي انتحر بسبب زوجته مع بومفون شونغ إذا ما أعشرت بلوزة الهلال عشان نعمل حلقة عن الهلال إيش فيدي انت تشرب الكل اللي كانت برا؟ أه حلو يعني بورجر بيت انت تجش اشرب بسي باية ميشال ريتشارد ديلغادو موليد 2 مارس 1996 يعني قد يا ناصر قدك ها بسوه ناجح وانت فاشل يا فاشي شو اللي ناجح أنا ناجح يلعب في مركز الوسط المتقدم يعني مركز الوسط المهاجم ووقع مؤخرا لنادي الهلال السعودي بعقد قيمته 3 مليون دولار بالموسم الواحد طوله فقط 1.66 سانطي وولدي في مدينة برزيلية يسمها غوياس وطبعا كالعادة وللأسف كل لعيبة البرازيل انولدوا في أحياء فقيرة وأحياء فيها تجارة مقدرات وأحياء فيها مش عارف إيش نفس السيناريو بتحسي ما فيش لاعب برازيلي انولد بحي غني بتحس كلهم نفس السيناريو وانه هذا اللاعب الزمان ولد بحي فقير عمره ما بصير لعب كرة قدم فلذلك ميشال صار أكبر مدخن وأكبر سكرجي وأكبر حرامي وأكبر تاجر مخدرات في البرازيل أو مش في البرازيل في الحي اللي نولد فيه نفس ناصر تقريبا يعني تخل ناصر زلمان زلمان شو ناصر هاي قاعد معك يعني نفس ناصر ونولد بالحي أكبر تاجر مخدرات في السحاب مدخن الشار انت مدخنش انت بتهجر طبعا كل المواصفات السيئة اللي حكيتها هاي كلها وهو بعمر 14 سنة بس بالفترة السيئة اللي كان عايش فيها ميشال أجي أبو ميشال عليه وحكاله ميشال انت نولد في البرازيل أو في الحي هاضل عشان شغلتين أول شغلة عشان تنشر الشر أو مش تنشر شر عشان تكون شخص شرير وعشان تعيش مشرد فقط لغير دعم ودعم يعني يا ريت أبوي دعمني يا مش في الشغلات هاي يعني دعمني يا مثلا في كرة القدم طبعا على السريء ميشال سمع كلمة بابا لأنه اذا ما سمعها بكون عاق فرد على أبوه وانطلق في عالم الصياعة والمخدرات وتجارة الشغلات اللي مش كويسة لدرجة انه صار يمشي في الحي تابعه كل العالم تفتف عليه وتسب عليه لأنه ريحته كانت مش كويسة وهو عارفينه انه هاضل زلمة بتاجر في الشغلات الممنوعة وبالفين وحداعش صارت قضية كبيرة جدا مع ميشال سواء مع الحكومة أو مطلوب من الجهتين ما بقي يعني بدو يهرب للشرطة حيكتلوا بديو يهرب للحي حيهربوا حيهربوا شنو حيكتلوا 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 عشان يخلص من هذا الموضوع انتقل من الحي اللي موجود جوه قويس لحي ثاني برضو موجود جوه قويس فنن منه انه هيك هرب من الموت وفعلا هرب من الحي اللي انولد فيه لحي ثاني مع مين مع صديقه الصدوق أو شريكه في تجارة الصياعة والمخدرات والحشيش يعني كيف انا هسا مع ناصر نفس الشي بس فهمني كيف رحل من نفس الحي لنفس الحي انا هاخر الشي اللعبطة ويارفوه انت شو بدك يا زلم انت بدأ شو تكتخرب الحلقة علي وليه وطبعا بس انتقل للحي الجديد قرر يغير شوي في الروتين غير اشي بسيط بس هو ظل زي ما هو سكرجي هامل مدخن واطم نحط سا في الوقت بس اللي صار انه صار يلعب كرة قدم والزلم طلع ما هو بفكرة القدم لدرجة انه اهل الحي الجديد اللي انتقل له كانوا يرنوا عليهم يحكي له ميشال تعال في عنا لعبة قوية مشان الله بدنا اياك تفوزنا وإلك عشرة دولار اذا بتفوزنا طبعا ميشال كان يرد عليهم وقلهم ايش فيه ثم انا سكران كيف بدلعب كرة قدم قال يقوله تعال تعال وانت سكران يلعب معنا انت وانت سكران لعيب وفعلا كان روح هو سكران عن جد يا ناصر كانوا روح هو سكران يلعب وكان يفوزهم كان كثير خرافي هو سكران هذو سكران بكون صاحي هو سكران بكون لعيب او يمكن مش هو اللي سكران ترى هم السكرانين يعني كيف يجيب واحد سكران يلعب معاهم وشايفين انه هو اسطورة معناة هم السكرانين ويوم من الايام ميشال روح على البيت بعد ما اخذ بطولة السكرانين الدولية في البرازيل وتحديدا في المهم فتح باب الغرفة لقى صديقه الصدوق وشريكه في الهمالة والصياعة مقتول وهنا كانت الصدمة انا الصراحة ما بعرف ليش نصدم يعني انت كونك تاجر مخدرات انت وصاحبك فانت معرض للقتل وبعدين انت نفسك قبل يومين من هاي الحادثة انت متعرض لمحاولة قتل للمرة السادسة على التوالي يعني انت من شو مستغرب عزيزي بعد ما ميشال اتعرض لهاي الصدمة القوية ما كان عنده حل غير انه يرجع لحضن ابوه عشان ابوه يهديه ويهدئ من روعه ورجع عند ابوه وابوه طقعه كفحة شو بدك ما انا قلت لك انت مولود عشان الشر وعشان تعيش مشرد فميشال ما كان عنده خيار غير انه يروح عند ابن عمه ساكن بنفس المدينة بس في حي ثاني وفعلا راح عاش عند ابن عمه فترة ولكن طول الفترة اللي عاش فيها عند ابن عمه كان هيك حاس بالخوف حاس انه انا ممكن حد يكترني انا ممكن مش عال المهم الزلم يناقز ومش قادر ينام صايبه ارق فقرر انه يترك ابن عمه ويروح على الكنيسة مش عشان يعيش فيها انما عشان يتعبد فيها لساعة طويلة هو في الكنيسة شاف القص واجه قاعد عند القص وحكاله قصته قص حكاله قص يعني هو القص اسمه قص عشان تحكيله قصة حلو كويس هاي معلومة جديدة مني يعني لازم تزنكفولي عليها المهم حكاله قصته ولكن مشال ما اقتنع حس انه هو اخذ مصري وما نصحه او ما حكاله الحل فقرر انه يطلع عند الكنيسة بس بعدين بعد ما هيك شوي يفكر فيها قال لا بدي ارجع الكنيسة رجع لقى القص مش موجود لقى مرأة موجودة ويعني هي قصة يعني هو الزلم قص المرأة قصة ونصحته هاي المرأة وهو اقتنع بنصيحتها شو حكت له هاي المرأة حكت له انه الرب اقرب اليك من اي شخص اخر وحكت له انه الرب رحمك من هاي المحاولات القتلة اللي انت كنت بدك تقتل فيها لانه يعني انت فيك خير تمام فانه حاول انك تركز على حياتك وانت لسه عمرك 19 سنة لازم وضروري جدا انك تفكر لقدام وتطلع من هذا الاشي اللي انت فيه واقتنع يعني ما بعرف يعني اي واحد ممكن يحكيله هاي النصيحة بس هو الزلم اقتنع يعني ممكن ابوه لو اجي حكاله هذا الحكي ما يقتنع ولكن هو اقتنع من هاي المرأة شكلها حلوة وفعلا ميشال بعد ما كان بعيد عن الدين وزلمة ابدا مو كويس وتاجر مخدرات بلش يركز على حياته بالتدريج حبا حبا وطبعا زي ما كلنا بنعرف والقصة المشهورة في تاريخ كورة القدم انه كان يلعب بالحار وفجأة مر زلمة طلع عليه قال او مي جاد ان هذا الرجل اللعيب فرا عليه وحكاله انت زلم اللعيب انا بدي اخذك لحتى ان شاء الله انفجر تيك الدنيا فحكاله انا زمان ترا كنت مقدم على اتلتكو مينيرو يعني على اساس انه اصير لعب معهم ولكن رفضوني حقول انه انت قزم طولك 166 سانتي ما بتزبط انك تكون لعب كورة قدم حكاله يا ميشال تذكر انه ميسي قصير القامة وقزم وكان يعاني من مرض وشوف هسه شو صار لعب كورة قدم اكبر لعب كورة قدم يعني تفاهم فانه لا تخلي حدا يكسر مجديفك وامشي معي وخوض معي هذه التجربة هو نفسه ميشال بقول انه انا كنت اتطلع في وجهه احس انه مش متفائل فيه بس هو ايش قال يالله بلكي ضبطت معانا وفعلا راح هذا الزلم ممسكو وداه على نادي المدينة اللي هي مدينة قوسايا استنى اخوان انا ننسيت اسم المدينة ايش اسم المدينة قوياس قوياس راح سجل في نادي المدينة اللي هي اسمها قوياس شارك مع نادي قوياس ب2016 2017 2018 2019 صعد فيهم لدور الدرجة الاولى البرازيلي لا الحياة ميشال من زلمة منبوذ ومكروه في هاي المدينة لزلمة جدا محبوب لدرجة انه فلمينجو وسانتوس برضو حبوه وكان بدهم يواقعوا معاه يعني اخوان النجاح دق على باب ميشال وميشال فتح الباب شافهم زي 20 كيلو مخدرات بديبيع هنا اليوم او مبيوعات خلص يعني هو شايف مصريح تخيل انه ب2021 شارك مع نادي قوياس في كأس اللي برتدورس اللي برتدورس اخوان وجاب الوصيف يعني مركز الثاني احا شوفوا يا اخوان كيف النصيحة فرقت وغيرت حياة بني آدم من الصفر لوين حاليا بلعب مع الهلال وثلاثة مليون راتبوا بالموسع تخيل فشو استفدنا عزيزي المتابعين من هاي القصة استفدنا انه الكلمة الحلوة والنصيحة الحلوة يعني هي ببلاش هي انت مش هتقصر مش هتقصر مصاري لما تنصح يعني ابو ميشال لما نصحوا انه قالوا انت شرير وانت نولادت عشان تعيش مشرد شوف شو سوى فيه شطف حياته انما المرأة اللي اجت اعطته نصيحة بسيطة شوف كيف قلبت حياته مليون درجة فخليك انسان خليك انسان ناصر يعني انصحي انصحوا انصح يا بنت وكمان شغلة تعلمناها انه مو اي شخص بيجي بيعطيك نصيحة بالشر او مش بيجي بنصحك بالشر بيجي بيكسر مجديفك بيجي بيقولك انه لا والله انت انسان فاشل انت لن تتصير ولن تزبط ولن مش عارف شو امسك يعني منهان تدخل منهان طلع منهان امن بنفسك وسوف تحقق انجازات باذن الله يعني وتصير انسان كويس مو زي شحطوت حيوان يا زلم انا ما شو شايفني يا زلم تقطيش سمع عني شوف شوف شوفتو كيف انا وبختو شوي سمعتو كلام مش كويس هو ايش اتأثر ملازم ايش ولا زي كني لا انت احترمني مش احترام مش موضوع احترام قل لها وانت انت احترمني ببداها لا انه انت اسمع عنهان طنش بنهان يا ناصر ماش تمام تمام انت فاشل يا ناصر انت اكشن عن اطلع شوفتو يا اخوان وبما انه حلقتنا اليوم عن النصائح حاب اقدم لك نصيحة صغيرة انه اشترك في القناة بلاش ما تخسر حياتك قولوا لا يا ناصر بلاش ما تخسر حياتك تمام هاي نصيحة مني اليك لايك شير سبسكرايب اشترك في القناة اذا انتم تشترك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على الانستجرام لان انا بنزل يوميات على الانستجرام وانا في تركيا والصراحة لكل مبسوط من هاي اليوميات لدرجة انها هيك زي خط النمل من كثر افتح الباب يا ناصر ميان ميان قلها قلها 5 مينت 5 مينت ميان ميان قلها ميان 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 نحبك نحبك خصم سواء انتروح يلا والسلام عليكم ورحمة الله ميان 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 المنثال ميان 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 reciهم ميان ميان موم اعجاب ميان ميان Ide مص�러